نعم سيد ياكوف هذه القمة نقول أوضحت بشكل واضح في أي محور تتواجد إسرائيل مع مصر مع السعودية مع الإمارات مع الولايات المتحدة الأطراف التي لم تكن في هذه القمة والمحور الآخر واضح تركيا وإيران وأطراف إقليمية أخرى وربما إسرائيل عليها أن تشعر بارتياح من ما جرى في هذه القمة إسرائيل لا تشعر بارتياح لأن إسرائيل تريد في نهاية المطاف مفاوضات جدية مع الفلسطينيين لذلك فإن التدخل الخارجي والأجنبي من قبل الفرسيين والأطراق يضر هذه المفاوضات لذلك ليس من مصلحة دولة إسرائيل ولا تشعر دولة إسرائيل بارتياح مع هذا الأمر يجب أن نذكر أن نولمنا ليس أنه كنا في خضم مفاوضات ناجحة جدا وفجأة جاء هذا التصريح وهذا الخطاب ونلغي ونوقف المفاوضات نحاول منذ سنوات طويلة إحداث وتجديد المفاوضات فشنا في ذلك الرئيس الأمريكي السابق لم يطلق أي تصريح عن القدس ولم يكن أي مفاوضات فشلت مفاوضات لذلك أعتقد أن هناك نسبة كبيرة من سخرية بأن تصريح ترامب هو الذي يسبب وقف المفاوضات حتى أن الرئيس ترامب قال أنه لا يتحدث عن المفاوضات ولا يتحدث على ما هو مطروح ضمن طاولة المفاوضات الفلسطيون يقولون وينفذون بحسب ويتصرفون بحسب المعادلة أن القدس الغربية غرب القدس يكون عاصمة لدولة إسرائيل كل ما فعله ترامب أنه حول هذا التصريح حول تصريح فعلي لذلك فإن رئيس ترامب لم يغير الوضع بالنسبة للمفاوضات وإنما فقط قال أمر كان واضحا طوال ست سبعين عاما لماذا سبعين عاما ثلاثة ألاف عام منذ أن حدد ونصب الملك داود عاصمته في القدس تذكروا أنه بالنسبة للمسيحيين يسوع المسيح صار في شوارع القدس لأنه كانت عاصمة لإسرائيل لذلك فإن للمسيحيين ولليهود أيضا وحتى للمسلمين ومن يقرأ القرآن يفهم أن هذه الدولة تتبع لليهود يكون أقول لك حتى أنه في منشورات الوقف الفلسطيني من سنوات الثلاثين مكتوب أنه في الجبل الهيكل كان هناك الهيكل اليهودي لذلك هذا غير صحيح أن القول أن القدس ليست عاصمة إسرائيل هذا محاولة تجوية تاريخ ولن يساعد الأتراك ولا الفارسيين كل عربي يفهم أن القدس عاصمة إسرائيل أين تمر الحدود؟ كما قال ترامب هذا منوط بالمفاوضات